اشتركوا في القناة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربنا عالم الضعف اللي فيناه شباب خاصة أنا مقتنع أن كلنا تحطينا في ظروف صعبة لكن حقيقة احنا أدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعى حتى لو الظروف بينا من حواليك صعبة والمواد تقيلة وغير ظروف الحياة عماتا بقى غير الدراسة فلا إحنا كده كده أدها بإذن الله ربنا حطينا في المكان ده وإحنا أهل له بإذن الله تمام فتوكلوا على الله وعايزين نفتكر في البداية زمالنا لتوفاهم الله وندعي لهم دايما دايما بالرحمة والمغفرة وندعي لهم دايما بالرحمة والمغفرة وندعي لهم ربنا ينصرهم يا رب ويهي بنتكلم النهاردة عن إيه بقى؟ بنتكلم النهاردة عن جاسترو انترويتس النزلة المعاوية النزلة المعاوية دي يا جماعة يعني طفل صغير مفيش نظافة مثلا بيأكل أي حاجة وقع في الأرض وقدامه بيحبي بيعمل أي حاجة في الأرض كده ومفيش نظافة ومرة واحدة جي بيقول إيه؟ أنا بطني بتوجعني قوي أنا نفسي جمع علي فجأة يدخل في إثال فجأة يدقي يرجع هي هذه الأعراض بتاعتنا طيب أنا النهاردة بقى جاية أشرح لك أكيد مش هدخل في تفاصيل البطنة والدائرية والحاجات دي والفومتينج والحاجات دي أنا جاية أشرح لك بس ايه الفيروسات ببقينينا في المايكرو يعني ايه الفيروسات اللي ممكن سبب للجاسترو انترويتس دي تمام كده؟ كويس طيب أنا عندي أربعة فيروس روتاونورو أسترو أدينو طيب دول بقى المفروض عشان أشرحهم غالبا شارحتهم بيبقى كلام أنا الصراحة محبتش كلامي يعني أنا حاولت أبزل مجهود شوية في المحاضرة يعني أجهز لها منفترة وكده علشان أعمل لك السكيمة لكل فيروس منه تمام؟ تمام طيب نبدأ مع بعض كده هي الجاسترو انترويتس دي عبارة عن ايه؟ زي ما أنا قلتلك ده طفل بيحبي في الأرض مثلا ولا حاجة فجأة قال لك ايه؟ أنا بطنة وجعني أنا نفسي غم علي يعني نوزيا 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 عليا نوزيا تمام؟ نوزيا دي نفسي غم عليها بعدين هيبقى هتيجي بالفوميتنج تمام؟ وييجي بعدها وطري دايرية أو معايها يعني وطري دايرية ويممكن درجة حرارته تعالى ويدخل فيه فيفر طيب هي الموضوع ده خطير يا روضة؟ أو خطير يعني موضوع زي الدايرية مثلا الطفل ممكن يدخل مني في دي هيدريشن جفاف الجفاف ده هيدخل الطفل في شوك ويوصله للدس هيموت مني فأنا أي طفل عندي أصلا أول ما بيبدأ في مرحلة الدايرية ديت أنا بدي الأم بقول لها محلول جفاف بسرعة للطفل ده نلحق بدري بدري تمام؟ طيب ومش هلحق بدري بدري إلا لو كان الموضوع فلا خطير خلاص هيوصل للدس دي بقول لها يبقى أنا في الدايرية بعمل ايه؟ بيكون فقط ووتر وإلكترولايت طمام أنا فقط ووتر وإلكترولايت أنا كده ممكن أدخل في ايه؟ في دي هيدريشن دي هيدريشن يعني الجفاف هيدخلني في شوك ويوصلني للدس فالمفروض مبدئيا كده كل الفيروس اللي احنا هنقول لها ديت هقول لك في العلاج بتاعه نضف الدنيا حوالي حوالين الطفل ده شوية وحاول ان انت تديره محلول جفاف عشان تتجنب الضيرية اللي هتدخلك في دي هيدريشن اللي هتدخلك في شوك وممكن توصل لدس طيب نبدأ بأول فيروس معنا روتا فيروس روتا فيروس طيب بداية أنا ممكن يقول لك بص هو نان انفيلوب دي يا جماعة وبصوا على الصورة المرسومة وهو والحاجات دي بصوا ما فيهش فيه بصراحة يعني أنا ما فاهمك ايه هو روتا ده اسمي مدلع قوي روتا كده فيه ولد في الدنيا قبل ان اسم يكون روتا لا خامس فهو قال لا الاسم المدلع ده انا ما بحبوهش انا راجل جد انا هقلب اسمي دوت وهسمي اسمي نفسي اسم جديد كده اسمي نادر هو احذف روتا دي مكتاب وكتب لي جنبها نادر تمام معلش خلني على قد ده عقلي بس لحد ما نشوف الدنيا توصل لأي تمام نادر تمام الان دي النون دي هتديني حرف الان non enveloped non enveloped اهو يبقى اول واحدة حفظناها non enveloped طيب نادر ddr dr ايه يعني يا روتا يعني ايه يعني دي يبقى الضاب النار rna طيب تاني واحدة حفظناها والدي هتديه كمان انه اللي يركب تمام كده طيب هدي كلمة نادري بنشلتي اسمه وسميته نادر اني ادتني ان هو non enveloped وD-R بقت Double Stranted R-N-A والDouble برضو Double Capsel تمام كده؟ طيب نادر ده طفل يعني بيعمل ايه بيركب العجلة؟ فين؟ في الفيلا ودرج الدو بقى له يومين كده ولا حاجة ممكن يوصل لأسبوع مثلاً 8 أيام ولا حاجة طيب يعني ايه روضة بيركب العجلة؟ يبقى هو شباه العجلة يبقى نادر الطفل اللي احنا اتفقنا عليه ده بيعمل ايه بيركب العجلة؟ يبقى هو شباه العجلة تمام؟ طيب نكمل انت قلتي لي هو بيركب العجلة فين؟ قال لي فين فيه في الفيلا فيه فيه يعني إن أو إن كده أين كان الكتابيته بقى يعني في الإنفانت الإنفانت ده فأول سنة من حياته يعني طيب وقلت لك انه بيركب العجلة دي في الفيلا ودرج الدو هنعرف دول يعني ايه بس هو بقى قلت لك بيركب بقى الوقت دي يومين بتاع يومين يبقى الانكوبشن بريو بتاعتي أقل من يومين طيب فلما جي بص على العيلة كلها لا العيلة كلها مائعة زيه زي الاسم يعني تمام؟ طيب إنما هو رجل شام وهو لغير اسمه النادر تمام؟ بس هو لما جي بص على العيلة كلها لا العيلة كلها كده مائعة العيلة كلها اسمها ريو تمام؟ طيب هو عنده سبع جروبز من حرف الا لجي لجي لحد ما نوصل بقى لجي تمام؟ كده طيب ماشيني برد رحد ما نخلص هنكمل معي هقولك إن هو قلت لك بيركب العجلة فين؟ في قلنا فيه يعني يمثن طيب يباليسة في أول سنة في حياتك تمام؟ في الفيلا الفيلا هي معنش مش عارف كسر شوية ودار جديد تمام؟ الفيلا يا جماعي يعني أول عرض هيجي معي هو فيلا فوميتنج فيلا فوميتنج في الفيلا يبقى فوميتنج والدار اللي هي ضايرية تمام طيب لكمل كلامنا هو اول حاجة يجي بها فوميتنج بعدين هتيجي معيها وطري ضايرية وممكن توصل لفيفر بس على درجة بسيطة كويس كده تمام طيب ايه تاني يا روضا اللي بصي يا الاعراض الصراحة ممكن في البداية يجي اصلا يعني جاء روتا دوت اصابه لكن هو مش ظاهر عليه اعراض اسمتوماتيك تمام او ممكن بقى تبدأ تبدأ تقدر الاعراض عليه الاعراض ايه يا جماعة انتوا فاكرين معي يا رب يا رب انكم مركزين الاعراض معي كانت ايه تاني نوزيا فوميتنج ابدو من البين وطري ضايرية تمام تمام طيب قال لي وفيفر تمام الاعراض دي ممكن ما تكونش ظاهر عليه خالص او ممكن الاعراض دي تبدأ تظهر تكون ميلد حاجة بسيطة اوي او ممكن توصل لسيفير ودي بقى السيفير دي اللي هو عايزة تليح بسرعة عشان ما يدخلش في دي هيدريشن توصل لشوك توصل لديس تمام طيب الاعراض بتاعتنا قلنا الفيلا فوميتنج دار ضايرية وطري ضايرية تمام طيب بعد كده قال لي ان الفاكرين لما قلتلك انه هيلعب العجلة دي من يوميل لاسبوع كده ولا حاجة يعني لثمنت سيان انا بسمقتها من نفسي كده وانا بحضر المحضرة يعني دار جيد في الفيلا ودار جيده هيروحي يا جماعة يعني واحد رايح يزور جيده ويقعد عند جيده ده قد ايه هيوحي جميل مثلا تمام او بالكتير او يوم ما يبقى طول عند جيده في اللعبة بقى وقعد بايت عندهم كده هيوحي اسبوع يبقى من يوميل لاسبوع من يوميل لثمن سيان تمام كده طيب العراض دي هتفضل قد ايه من يوميل لثمن سيان طيب نكمل بسم الله قال لي بقى اللابراتيج ودياجنوزز بعمل ايه يا جماعة عشان يعني بصوا ايه حاجات ستيم سابتة برضو يعني في كل الفيروس اللي جاء نقول نفس الكلام دوت باخد عينها من اللي ستول اللي هو هيبقى نازل اصلا في صورة وطري ضايرية زي احنا متى في ايد هاخد عندهم عينها تمام اشوف مثلا الفيروس فيها او كده تمام طيب هديدكت بقى ايه هديدكت اربع حاجات اربع فعلا البارتكل بالالكتروم مايكروسكوب الانتجين بالالايزة وكمان الانتباطي بالالايزة تمام طيب والفيرون نيوكلك اسد اللي هو النيوكليك اسد دوت اللي هو هنا يا جماعة اللي هو بيكون دي ايه او رإنه هو هنا في الفيروس بتاعنا اللي هو الروتا كان دي ايه ولا رإنه ايه متفكرش تيكر نادر دير يبقى ضابة لسترندر او رإنه كويس طيب وده بيشاف بيشاف كويس كويس كده طيب جدا بصراحة مشي نكمل وقت العلاج بتاعي مش عايز اقولك انا قلت لك نظف صح بس بدا بس نضف زنيتك ده بقى مش علاج عشان انا برضو يعني بنطلق بدمن ونكتبها معنى لأول مش علاج انا بقول لك انا عايز اتجنب ان انا ادخل في الاعراض الجسل فاقول لك ابن نضف الارض حوالين الطفل دوت عشان ما يكلش حاجة ملووس عشان ما فيش حاجة اتخل باطنى عشان يتجنب الفيروسات كده تمام طيب لو اتكلمت على العلاج ذات نفس بقى هقول لك محلول الجفاف بتاعك اول ما الطفل بيبدأ يجيله ضيارية بقول لك خد محلول الجفاف بتاعك انا مش عايز اتخل فلا ودف افقد دوتر ولا عايز اتخل في ديهيدريجر ولا عايز اتخل في اه شوك ولا عايز اتخل في ديس تمام انا عمل عليك في التفاصيل من البداية تمام يبقى هو محلول الجفاف اللي هو ريهيدريشن تمام انترو فينس في لوي تمام طيب انا عايز امنع الموضوع ده قلت لك نضف الدنيا حواليك طيب اعمل ايه تاني وفي تطعيم للموضوع دوت بصوا خليها مقتنين ان احنا في مصر يعني مش كل الامهات هتعرف تنظف الدنيا واحنا مش يعني معلش ريال كلها في شارع تمام طيب هم عملوا فاكسين بقى هم مشكورين كده عملوا فاكسين للطفل دوت عشان نتجنب الروتافيروس تمام الفاكسين دوت الطفل بياخده بياخده عند قد ايه وهو سينه قد ايه شهرين جرع واربع شهر ياخد كمان جرع وعنده ستة شهر ياخد تالت جرع يبا هو تلات جرعات الانفانت اللي هو اصلا كان بيصيب الروتافيروس مش احنا لون ان لسه انين في الفيلا في يعني اين فاكسين برده تمام طيب قال لي بقى ان ان الفاكسين دوت هو بيبقى عملوا منه اربع سيلو طيب هو عبارة عن يعني ايه يا جماعة قال لي معناها ان انا جبت الفاكسين دوت هو صحي وقوي وعافي كده وهو قادر يبقى يسبب العدوى وكل حاجة باسوجينك قمت عملت له ايه قمت دربته ضربتين على راسه قمت اضعفته يعني مش خالص اضعفته شوية تمام ما باتش بس انا اضعفته تمام فهو بقى قادر يستسير جهاز المناعة تمام يبقى اوميونوجينك بس نوت باسوجينك مش قادر يسبب الديسيز تمام كده تمام طيب بعد كده دي معناها ايه بصوا بار روح الدوت بيقول لي الفيروس دوت يقدر يعيش تحت ظروف ايه وماقدرش يعيش تحت ظروف ايه ظروف ايه يقدر يتاقلم معاها ويعيش ويقاومها وكده ويستمر في حياته عادي ويسبب مرض او يتنقل من شخص لشخص وكده وظروف ايه اللي يتحط فيها لا تأثر عليه بالسلب ويموت تمام هنا بقى الروطة فيروس ايه الظروف اللي ماقدرش يستحملها ويموت منها انا مساكمها في كلمة كولو يعني هي هيكل يعني كولو ايه الجوليو فهيبطنك تعايت هتطلع اتشي سي ال معدى يعني هتطلع اتشي سي ال وثلاث رموز ايه الكلام الغريب ده جولو ايه كلو ده اللي هو كولورين تمام انا مساكمها كده الالف واللام دول بتاع الكحول تمام الكحول نحفظ النسبة بتاعتم عليش اللي هو 79 تمام طيب جوليو جوليو دوت جوليو ده الحاجة اللي هتتاكل بقى اللي هو جولو طالدهي تمام اه فيطلع ايه اتشي سي ال هاتشي سي ال وبعدين اف اول اللي هو الفورمالين اي اول اللي هو اليود ايوه الاس اول اللي هو السوديا مكمل اسمه كويس كده هيدرول كلمة تمام طيب يبقى كلو احفظ بس اللي سكين معايا كلو يبقى كولورين ال اللي يبقى الكحول تمام فين الكحول اهوا 79 في المية جوليو اللي هو جولو طالدهي استعدت الاستومك او المعده هتطلع ايه الاشي سي ال اهوا وبعدين I-O-U-F-O-S-O كده حفظنا كل الحاجات اللي الروتافيروس مش هيقدر يستحمل له ويموت منها كويس كده طيب طيب قال لي بقى طب هو يقدر يستحمل ايه يعني مش عارفة برضو بصوا قال لي ان هو يقدر يستحمل درجة حرارة من 30 إلى 35 ويفضل عايش فيها والمدة طويلة مثلا توصل لستين يوم أو كده تمام طيب تاني يا روضة تاني يا روضة يبا هو ما بيستحملش ايه اللي سكيم اللي احنا حفظنا بيستحمل ايه بيستحمل الحرارة لما توصل من 30 إلى 35 كويس كويس طيب كامل كلامنا الفيروس خليس يا شباب الروتا فيروس تاني الروتا دوت لها اسمه مائع مش عاجبه فقال لا انا شو سمي نفسي روتا الاسم الغبي ده طب هو الاسم ده أصل لما جيه بصه وما مسميني اسمي مائع عليه قال لا ده مش هنا كده لوحدي ده العيلة كلها مائع العيلة كلها ريو مائع تمام وقلنا انه له سبعة جروبس من A للجي طيب هو لما جيه بقى قرر يغير اسمه ده وسمى اسمه ايه سمى اسمه نادر تمام الان دي كانت كانت ايه نان ان فيلوب دقيقة والدي كانت ضابل استراند والار كانت ار ايه تمام والدي كمان اتدت منو هو ضابل كابسب تمام كده تمام ونحفظ كمان انو سيجمينتد متقطع نادر متقطع فاكرين حتى لو لو فاكرين كان اسمه ايه سايك ايه ولا كان اسمه ايه kan بيقول نادر المخلط نفتكير هنا بقى نادر المقطع عشان يبقى سجمينت دي طيب ونادر ده كان بيعمل ايه كان بيركب العجلة شكل العجلة فين بقى قلنا بيركبها في الفيل فيه يعني انفانت فيه يعني ان فيه بقى في الانفانت اللي هو اقل من سنة في الفيلة يبقى عنده الاعراض فوميتنج لازم اكتبعه حلو ارضاء لنفسي ووطري ضيارية وده جده زي ما اتفقنا وكان بيحصل مع ايه تاني قلنا الاعراض دي بتفضل اقل من يمين هكون الاعراض ظهرت علينا ايه لا يمين عشان نحفظها تمام يمين 8 سيام الاعراض دي يبقى هو الفيروس اقول ما يدخل يسموه يفضل يمين عشان يتظهر الاعراض تمام اقل من يمين هكون الاعراض ظهرت علينا ولما الاعراض تظهر هيعد من يمين ل8 سيام زي ما احنا حافظنا هيعد عندي جده من يمين لاسبوع تمام كده طيب ويه تاني يا رضا اول حاجة باخد عينا من الريستول بعدين بديدكت اربع حاجة اتفقنا عليكم تمام بعد كده العلاج بمحلول الجفاف اللي هو ريهيدوريشن عشان ما ادخلش في شوك وادخل في ديس في الاخر تمام طيب البروفينشن نظاف الدنيا حواليكي وده الوحيد تقريبا في اللي احنا هندسهم اللو فاكسين اللو فاكسين اللو فاكسين اللو فاكسين الفاكسين بتاعه ايه لا يبقى تنيوية الفاكسين بيتاخد عند شهرين واربع شهور وست شهور طيب بعد كده ندخل على فيروس تاني معينا نورو فيروس انا برضو مسكيمها انه نورة الصغنونة في ولاد خالي الخمسة في ولاد خالي الخمسة نورة الصغنونة في ولاد خالي الخمسة طيب وانا سكمتها بكلمة نو 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 اللي هي في اولها دي نورو طيب الان بصوا يا جماعة نورة الصغنونة يبقى هو صغنونة خالصة هي بقى سمول طيب نورة الصغنونة صغيرة صغيرة دي يا جماعة في دماغك كده في دماغك هي هتكون single ولا رتبطت بقولك صغيرة صغيرة لا single يبقى single stranded تمام نورا را 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 يبقى رن ايه دي من اسمه بس اسكمنا ويبقى من اسمه خدت نو دي وقلت ان هو نو ديت ان هي ايه ان هو ملوش فاكسين تمام ونا مساكمان ان هو ملوش فاكسين وان هو non enveloped تمام يبقى no يبقى ملوش فاكسين no vaccine non enveloped تمام طيب ونورا السغنونة تبقى small تمام وسغنونة يبقى لسه مرتبطتش يبقى single والار دي يعني rna كويس كده طيب نكمل طيب شكل سداسي تمام يعني نفتكر كل تقريبا اللي جاي نقول فيه شكل سداسي بقى تمام يبقى هو شكل سداسي نفتكر ان نورا السغنونة دي عندها لعبة على شكل سداسي كده ولا ايه حاجة بتلعبية كويس كويس طيب نكمل كلامنا هنقول بس الرقم عشان نسينها نقوله على طول كده نقوله على طول كده قبل ما نقلب تمام نورا السغنونة صغير فهو من حوالي الضيميتر بتاعه من 35 ل39 نانو 35 ل39 نانو كويس طيب نكمل كلامنا على النور دوت نورا السغنونة قال لي نورا لأ طب استنى بقى عشان نفكرك بحيطة نورا السغنونة قلت لك السغنونة فيهم في ولاد خالي الخمسة يبقى ممكن يكون عندها خمسة افتكر رقم خمسة دوت هنفتكره دلوقتي ولاد خالي انا كاتبها كالي خالي كالي نحفظها كده عشان نحفظ اسم العيلة بس اولها كالي 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 تمام كالي تمام طيب وعندها خمسة جين وطيب من الفيروس تمام كده في ولاد خالي الخمسة في ولاد كالي الخمسة تمام طيب المديسيزي اللي هتسببه الجسر وانت رايز احنا اصلا بندرسه عشان دوت تمام طيب الانكوبيشن بريود هتروع التلات سيام الانكوبيشن بريود في الرمزة الحبيب كان يسموه في الروتة كان اقل من يومين هنا تلاتة فدق مش كبير يعني يبقى واحد قد من يومين تلاتة تمام طيب بعد كده قال لي ان الفيروس هنا يا جماعة هيعدي جدا طيب ويتنيقل بطريقتين عندي يتنيقل دايركت من شخص لشخص وان دايركت عن طريق المياه الملوسة والاكل الملوسة تمام تمام برايب الفيروس ديت نورة صغنونة ديها جماعة بتبقى لمضة صح لمضة الاصفال كلهم كده بيتكلموا كتير وكده فتلاقاها معادية وعملة تتكلم مع دوتين اللي دا العدوة وتسلم على دا وتروح من دا وتيجي من دا وتشرب مياه مش نظيفة وتزور دا وتاكل عندها اكله مش حلو وعملة تتنطط صح مفرقية تمام طيب فهي شائية كده فهتبقى ايه معادية كنتينجوز كنت مش عارفة المهم يا جماعة معادية تمام هتنقل العدوة دي ازاي عن طريق ضايركت هتسلم على شخص من شخص لشخص كده وان ضايركت عن طريق المياه الملوسة والاكل الملوسة كويس طيب نكمل كلامنا وبيقول لي اكلين كالبكتشر بتاعتي والله هو نفس الكلام اعراض دا تظهر ايه يعني هتقعد يومين كده ولا حاجة الفيفر بتاعتي هتقعد عشان تظهر من 12 ل 72 ساعة تمام يبقى العدوة جات تمام وبعدين ايه العدوة جات تمام وبعدين بعد من العدوة وصلت كده الجسم من 12 ساعة ل 72 ساعة بعدها على طول كده هتكون الفيفر ظهر تمام تحفظها كده وبعد الفيفر هيظهر دايرية ونزية وفومتينج وابدومنا البين بس انت يا روضة كده اقدر تبين تقلالي هتسكمي لي كل حاجة اعرف منين دلوقتي ان الفيفر هي اللي تظهر الاول فاكرة موترة نورة السغنونة في ولاد خلي في دي ما كانتش من فراغ فيه 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 بأول حاجة هتظهر فيه فيفر أول حاجة هتظهر وبعدين تبقى تمام اللي هو دايرية ونزية وفومتينج بقى بقى العراض بتاعت الجسر وانترويز كويس طيب نكمل كلامنا انا متفقى معاك ان دي سخيمة تتحط في كل فيروس هناخده يبقى باخد عينا من الستول بتكتاء اربع حاجات وبعدين وهنا هو يا جماعة دي انا قلت اسمه نور الارة هي نورة نكمل كلامنا بتاعي محلول الجفافة اللي احنا متفقين عليه حسو ان الكلام كله بيتعاد تاني يا جماعة نضافوا الدنيا وزبطوا كده نضافة وبعدين فيه فاكسين لا انا قلت لك نوره نوره نو 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 مفيش فاكسين تمام وننهم فيلوك زي ما اتفقنا تمام طيب ايه ايه بصوا يا جماعة نورة دي نوره دا احنا اتفقنا اللي هي نورة الصغنونة في أولاد خالي الخمسة يعني الطفلة صغيرة النورة الصغنونة دي جماعة على فرق ان هي بقى بعد ما قاعدت تاكل في كل البيوت تشرب مياه ملوثة وتسلم على دا وتنقل العدول دا اتعلمت حاجة واحدة ما متقلت لها ان احنا مهما نروح نزور حد بعد كل ما نسلم حد هنحطها الكوحول هنعمل ايه نحطها الكوحول فهي اتعاملت مع الموضوع بقى تعب الكوحول دا وعشان ايه بيحميها ضد الامراض فهي الحمد لله جماعة الكوحول ما بقاش يموتها زي الاول اللي خلاص بقى تعاملت معي وبقت كويسة معي طيب ايه موت نورة نورة دي يا جماعة لو اتحرقت لو شربت كلور لو يبقى الحرارة موتها والكلور لو شربت كلور يا جماعة تتأذي تمام? احنا سكبناها ويبقى ايه اللي هي موت نورة الهيتنج والكلورين تمام? طيب وإيه تقدر تتعامل معها دي? الالكوحول نفتكر بتعمل بي في ايديها تمام? بتطهر بي ايديها كويس ريفيجن بقى خلاص احنا خلصنا نوره مقدرش مكتبهوش كده نوره لاني بتاعتي حاسة انها معواقة ما علينا نور ديت يا جماعة يعني يعني نوفاكسين كمان اهو نوفاكسين تمام? النورة السغنونة يبقى حجمه سمول ويه تقريبا كم من 35 ل 39 نانوميتر في داميتر وليسه سغنونة فمن مر تبطيش يبقى سنجل سترند ار اني ايه حرف الار دوت تمام? طيب ويه فيه يعني هتبدأ بالفيفر الاول وبعدين بقى الاعراض الفيفر تزهر من بعد ما العدوى ظهرت من 12 ل 72 ساعة بعدها تمام? طيب بعدين بقى يزهروا بعدها بقى الاعراض نوز دي ومت اللي جمدوننا لبين ايان كانت الاعراض تمام? طيب فيه ولاية خالي خالي يبقى العائلة بتاعتا اسمها كالي تمام? والخمسة يبقى خمسة جين وطيب تمام? طيب الانكوبشن بريود قلنا في الروتة كانت اقل من يومين هنا قلنا 3 يام تمام? ونفس الكلام البقى كويس سهلة جدا نايسة كمناه الحمد لله ان يجي على تالي ديروس معينا هو الأسترو بصوا عارفين حرف الايه في اول الكلمة كده عندنا يعني في اللغة اللي طول بيبقى نافية تقريبا تمام? فالايه دي معناها نافية تمام? فالايه دي نافية تمام? مين كان بتقطع? نادر المخلط نادر المقطع كان مين? كان اللي مغير اسمه الروتة تمام? ما تنسوهاش يمين اللي هو بقى نانسجمنتد اللي هو اول هنا في أسترو تمام? طيب في حاجة ناسبتها في كله بس هنعيها هقولها لكم في الايه ما تقلقوش تمام? طيب الأسترو دي يا جماعة فى حرف الاس فتبقى سنجل تمام? يبقى سنجل طيب وهو نانسجمنتد زي ما اتفقنا وأسترو رورو فى حرف الار فى يبقى ر ايه كويس كده طيب والشكل السوداسي اللي اتفقنا عليه اللي كانت اللعبة السوداسية بتاعتها اللي عملناها كده تمام? في خط هنا بقى تمام? طيب بعده كانت ديوميتر بتاعه من 28 ل 35 نانومتر على فرق يا جماعة ان انا شايفة ان ديوميتر هنا من 28 ل 35 مع انه في نورة كان من 35 ل 39 الا انه هنا ما كتبش عنه وكتب في نورة نياز والنورة وكتب عن ناس مول تمام? بس نحفظه تمام؟ طبعا ما هو كتب نحفظ الرقم هنا والرقم هنا ونسكمنا وخلص تمام؟ طيب بعد كده نكمل كلامنا باسم اللي نتكلم على ايه تاني هو هو اسمه أسترو ولا لا بتاعته اسمها كده أصلا يعني هو متسمع لإسم العيلة والجنيس بتاعته اسمها مومة مومة ماماسترو أسترو وهي يا جماعة يعني لو جدي ومش فاكرين مومة دي يعني نفتكر أسترو دي تمام؟ طيب بعد كده لهو تمانية سيرو طايفس لهو تمانية سيرو طايفس تمام؟ طيب بعد كده نكمل ايه بتاعه قال لي أنه هو من أشهر الأسباب اللي ممكن تشبيب لي والله نفس الكلام يعني تمام؟ بعد كده سمتوم سبتاعته قال لي مش سيفير احنا لحد دلوقتي تقريبا ما قلناش أصلا حاجة سيفير كل الأعراض كانت مويل دي حد دلوقتي تمام؟ يبقى هو نوت سيفير موطري دايرية فيفر نفس الكلام الضبط تمام؟ الأبدومين البين دا ممكن يستمر من 3-4 تيام الانكوبشن بيرو 3-4 تيام تاني أنا كنت بقول في أول واحد وقلناه اللي هو كان الروتا كان أقل من يومين بعدين خدنا نورة كانت تصل ل3 تيام بعد كده قلنا دا اللي هو الأسترو من 3-4 كلنا شوية نزود رقمها تمام؟ طيب بعد كده الليب مشان نعيده داني بقى ونفس الكلام الضبط عينة يعني عينة من الستول ودي تكتب أربع حاجات تمام؟ العلاج بتاعي الريهدريشن نحن متفقين عليه انت رابعينها بسليويد البرفينشن اتفقنا أسترو يعني أقولها نفي بانوفاكسين أصلا تمام والنظافة نفس الكلام طيب الريفينشن عليه برضو سريع نكتبه بقى عشان نزبطه تمام؟ في النص كده ماما أسترو تمام؟ طيب بعد كده الايه دي معناها نفي نوفاكسين نون انفيلوب نون سيجمنتل تمام؟ طيب بعد كده قلنا الاس ديت يعني و الار دي معناها انه تمام؟ طيب بعد كده قلنا انه لو تماني يسيره طيب وقلنا انه الريفينشن بيديو دي تعدو زودت رقم على كان اسمها نورة فكان من تلاتة لاربعة تمام؟ طيب ونفس الكلام الباقي طيب بعد كده اخر فيروس معنا اسمه الأدينو الايه برضو اللي في اوله دي نفي تمام؟ طيب نفي يعني ايه يعني نون انفيلوب وبردو نوفاكسين تمام؟ طيب نكمل و الدي ديت يا جماعة يعني دي ان ايه يعني دي ان ايه معلش بعد بتاع دي يعني دي ان ايه الدي ديت يعني الوحيد الودي الادينو هو في حرف دي عشان ما نتلغبطش تمام؟ يبقى هو دي ان ايه والدبل كمان يبقى دي دبل و دي ان ايه تمام؟ طيب ويه تاني وهو حجمه هنا متوسط ادينو حجمه متوسط حجمه متوسط الان دي انا عملاها ايه او ماشي حجمه متوسط من تسعين لمية تمام؟ طيب بعد كده والشكل السوداسي اللي احنا متفقين عليه من بداية النورة اللي كانت بتلعب به للأسترو اللي جي بعد نورة للأدينو اللي جي بعده كويس كده تمام؟ طيب بعد كده كويس خلاص كمان مرة يبقى الـ دي معناها نفي البنان انفيلوب وي نوفاكسين الدي ديت يعني ضاب الستراند الدي ان ايه تمام؟ طيب ويه تاني والان اللي فيه دي يا جبعة انا خليتها تزهر اول حاجة فيه اللي ان نوزيا اه بص انا كتباية الان للنوزيا هنقولها دلوقتي وحنا بنشرح فيه يعني طيب هو عنده سبعة وخمسين سيروطايف سبعة وخمسين سيروطايف وهو سبعة جروب سبعة وسبعة نسكمها كده تمام؟ طيب هو عنده مين فيهم بيعمل لي هو كتير قوي فمين فيهم يعمل لي هو واخد اكيد كده رمز تمام؟ ففاربعين واحدة واربعين وجي تنين وخمسين دول اللي بيعملوا فاربعين الناس دا المعاوية العادية قال لي واحدة من اشهر واخطر الاسباب اللي بتعمل لي كده في الاطفال حوالين العائلة يبا دي يبا هو ده المستكم يبا لما يقول لي واحد من الاشهر فانا مساكمها بكلمة ايه اديلوا لا ده انت جامد جدا بقى ده انت اشهر حاجة انت اخطر حاجة اديلوا يبقى اديلوا 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 تمام؟ طيب ديه برضو سكمتها يعني على قد ما قدرت تمام؟ في الانفانت والتشيلدرين تمام؟ الانكوبيشن بريود هنا من 13 كمام؟ الانكوبيشن بريود في الاول خالص في كان اسمه ايه؟ في الروتا كان اقل من اتنين بعدين جي بعدها اللهم صلى حبيبه كان اسمين؟ نورة نورة السغنونة نورة كانت من تقريبا تلاتة ايوة بعدين جي بعدهم الاسترو كان من 3 ل4 بعدين بقى من 3 ل10 تمام؟ في الايه؟ في الادين كويس كده؟ طيب بعد كده اول عرض يزعر عليه احنا قلنا اسمه قادينو قلتلك ساعتا يا ربي هتديني النوزي يبقى اول حاجة تزعر عليه هي النوزية بعدين بقى يجي بقى الاعراض وكده تمام كده؟ طيب ممكن يكون مصاحب الاعراض تانية زي الفيفر زي الهيدك زي المصر ايه كده؟ ايه كده؟ يعني تعفل اجهاد في العضلات تمام؟ طيب بعد كده السمتومس دي هت ممكن تكون في بعض الناس وممكن تخفي من خلال اسبوعين لاسبوعين يبقى هي الاعراض دي على انه الاخطر والحاجات دي كلها لانه ممكن الاعراض يكون في بعض الناس وتخفي من خلال اسبوعين لاسبوعين تمام؟ طيب اللابنش هنتتكلم عليه تاني هارينا فيه كتير قوي طيب القلشر بتاعتي يا جماعة ولهاش لازمة اه نضي مش هتفيدني في حاجة تمام؟ لكن ليه بقى؟ لانه هينموا ببطئة تمام؟ تاني يا روضة اسمه ايه؟ ادينو ميلو يا روضة نفتكر بقى بصه احنا سجلنا كل حاجة دي نافية ونافية مش طبعا انما ادينو لو هلاقي في اخر ونودية فهتفكرني ان معلومة وقلتها في اخر الفيرس انه هو لانه بطيء تمام كده؟ طيب طيب محلول الجفاف بتاعنا العادي حافظ على نظرتك وقلنا ايه يعني نفي بانو فاكسين الواحد اللي كان له فاكسينين كان الاولان يخص اللي هو كان اسمه الروتا اللي مغير اسمه لقيته شاهم كده فاقرمته بفاكسين تمام؟ طيب تعالي الرجع على الادينو بتاعنا طيب قال لي ميلو دوت قال لي هو هو مش عارفة تقريبا الاسم مكتوب غلط تمام؟ هبقى صلحها يعني لو افتكر تمام؟ ادينو ميلو ويعني ايد كمان تالي كان نوت سيجمين تمام؟ دي دي هي تبقى دي ان ايه ضاب دي ان ايه ضاب الستراند تمام؟ طيب لان دي اول عرض يظهر معي والنوزيا 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 الاخيرة دي معناها ان كان اليه القلشر ملهاش نوت دياجنوستيك ليه نوت دياجنوستيك لانه بطيء تمام؟ وتمام نايس في ايه تاني والشكل السوداسي اللي احنا متفقنا عليه وحجمه متوسط كله كان صغير لحد ما وخاصة السغنونة كانت نورة والأسلو كان أصغر منها وكان من 28 مش فالف حاجة وتلاتين تمام؟ طيب واللي كان متوسط بقى من 90 لمية كان الادن تمام؟ ادي له نفكر ادي له كبير شوية عنهم تمام؟ طيب كان عنده سبعة جروبس وسبعة وخمسين سيرو طيب كان عندي منهم اللي بسبب الجسر وده أشهر والأخطر زي ما اتفقنا ادي له ادي له تمام؟ طيب بعد كده قلنا كبير شوية من 3 إلى 10 واهم حاجة زي ما أنا قيلها انه نجي بعد كده طيب الكوز بتاعنا وعليش قبل ما مازي الكوز احنا هرجع في الآخر طيب خلاص كنت هرجع لكم على طول بس افتكرت ان انا عاملة ثانية واحدة كده هنرجع الاول وبعدين بقى نحل تمام؟ طيب ادي روتا روتا يا جماعة ده تقولنا ان هو العيلة بتاعته متدلعة كده زي ما اتفقنا واتفقنا كمان انه غير اسمه بقى نادر طيب نكتب نادر عشان نخلص ان ان ديت ان هو كان ايه كان زي ما اتفقنا وكان ايه تاني يعني هو زي ما اتفقنا وكان بيركب العجلة يبقى شكل العجلة تمام وان العيلة ريو وان هو كان بيركب العجلة يبقى وان هو يبقى ونادر المخلط يبقى نادر المقطع تمام يبقى عادي طيب والله ثابت مع كله زي ما اتفقنا وكل حاجة ثابتة بقى في كله معادة ان دوت كان له فاكسين انا ما لقيته راجل شهم كده ومغير اسمه وعم بقيت عائلته شهم وبدل روتل الاسم الميع ده كان نفسه نادر قلت لا ده انا اكرمك بفاكسين الفاكسين دوت كان بيتاخد 3 جرعات عن شهرين واربع شهور وست شهور تمام بعد كده وكان نوره تمام طيب بعد كده نورة نورة الصغنونة معنش احب اكتبها بردو نورة الصغنونة او نوره ايا كانت بقى نور ديت يا جماعة اني بفيش فاكسين و ايه تاني و ايه تاني و ايه تاني و ايه تاني و اهيت وقلنا بتلعب بالشكل السوداسي بدأ من هنا والار ديت يعني اه ار ان اي تمام طيب بعد كده وقلنا العيلة بتاعتها نورة صغنونة في ولاد خالي خالي كالي الخامسة يبقى خمسة جنو طيب تمام و هي صغنونة تمام زي ما اتفقنا من 35 ل 39 نانو في الضيوميتر تمام طيب انكوبيشن بريو ديت قلنا زودت رقم هنا على الاتنين فبقى التلاتة تمام والار دي كانت معاناها ار ان اي تمام طيب و نستقول لكم يا جماعة فنورة انها كانت سوى النورة كانت لسه سنجل تمام وشو نستقولها تمام طيب والشكل السوداسي كان مستمر معانا عادي طيب ودوت برضو الاس دي كانت سنجل هي سنجل ستراندد ار ان اي كويس طيب وقلنا العيلة بتاعته فها استرو كل حاجة فهو متسمي تابع العيلة اصلا وقلنا ان هو كان اصغر من المصر حبيب كان اصغر من النورة على فرق ان هو اللي قال فيها سمول ومحددة او في السياقة اصغر منه هو الاسر اصغر منه من 28 35 نانو وهنا هنا زودنا رقم كمان يبقى من 3 ل 4 تمام وكل حاجة زي ما هي بعد كده الادينو اديني ادينو هنا كده الادينو دي اه نفي يعني نان انفيلود يعني نوفاكسين دي ديت معناه يا جماعة انه ضاب الستراندي دي ايه تمام دي مش عارفة ايه ان مش مشكلة بقى تمام طيب وان هو قلنا ربنا اميزه شوية اديله انه الاختر انه الاقوى انه كده وكمان اديله فكنا بنقول ان حجمه تجير شوية عشان يعرف ايه دي كويس تمام فيبقى من تسايل لم طيب ده كان في الانفانت دوت جس انترينت محددش وده محددش ده حدد انه في الانفانت واللي اتشايل ده بقى انه هو الاخضر والاخضر تمام ده بقى انه كبير بقى وحتى حجمه كان كبير وكده وكان بيعرف يديله كويس بقول انت بزود الرقم بتاعه شوية من 3 لعشرة مش من 3 ل4 من 3 لعشرة تمام ونفس الكلام كويس كده رجعنا تعال بقى نحل البسيط قوي ده ونخلص طيب نبدأ نحل مع بعض اول سؤال بيقول لي ايه العيلة بتاعت نورا نورا يا جماعة كان في ولاد خالي الخمسة نورا الصغر نورا في ولاد خالي الخمسة خالي كالي تمام طيب تاني سؤال معنا طبع المرفولجي بتاع روتا معادة ايه طيب نورا يا جماعة دي اول ما تشوف ها كده تكتب نادر طيب يبقى دي غلط تمام طيب دي كده صح او شابا العجلة كان بيالك بالعجلة في الفيلا ودرجه تمام يبقى صح يبقى دي الغلط يا شباب تمام طيب من قال بنيسلين انا كنت بعالك بايه يا شباب في كل حاجة بص يا شباب يعني انا لو مش مذكر اقول ان بنيسلين ده اصلا مش تمام كمان ان قلت ان علاجي في كله كان ثابت اللي هو المحلول محلول جفاف وكان بينتميز الروتا بحاجة واحدة بس اللي هو الفاكسين وكان بنيسلين ده كان طيب نورة نو 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 يبقى لجابة فورز سوفت الاسكيم الصراحة مسكيم المحضر الحمد لله الادينو اللي هو سبعة سيروطايب الادينو كان اللي هو سبعة سيروطايب انا فاكرة ان كان رقم سبعة ده مميز فيه فبيتالي صح طالما نشوف هنا كده سبعة سبعة وخمسين سيروطايب مش سبعة كان سبعة سيروطايب تمام يا شباب تبقى لجابة فورز تمام نركز بقى فيها طلعت مهمية الاسئلة تمام كده يبقى هي سبعة وسبعة خمسين سيروطايب تمام طيب يا شباب جايزة هكون معاكم في المحاضرة دي بس بس انا اكيد معاكم دايما حتى لو مشرحتش حاجة تانية يعني فانا معاكم بدعائي وانتو كمان يا ريت ما تنسونيش من دعائكم لو المحاضرة مش قد كده فسدقوني والله انا حاولت فيها قدر الامكان الموضوع كله حفظ داش مكنتش حابة انا اصلا من النوع اللي ما حيبش الحفظ بحيب احط سكيم لكل حاجة وخلص فحاولت اسكم لكم الموضوع يعني حتى اللي اسمه مش لقى اسمه خليت ومياه وحطيت اسم تاني فربنا يتولني والله على دماغ ديات بصوا يا جماعة يعني والله انا حاولت بصوا ما تنسوش تملل في الدك واكتبوا ليه في الكومنتات لو الشرح كويس او كده زي والشرح وحش في عادي يا شباب انا مش جوكل يعني اسأله جوجل مش انا تمام ودعواتكم وانا هدعلكم بازن الله ربنا معاكم يا رب ودعو اهلنا في غزة ما تنسوهمش شباب ربنا معاكم يا رب واسمعانكم ودائما سمع خير